ميكرو فريد على قناة أنفاس بريس ضيف الميكرو ممثل مسرحي ومخرج هو أنور الحساني مرحبا بك على أنفاس بريس الله يبرك فيك شكراً نشكره أنفاس بريس على هذه الاستضافة أستاذ تعليم فني شعبة المصرح يعني خريج دين المعهد البلادي شعبة المصرح أرجعك شوية أول مشاركة دين أنور الحساني في برنامج كوميديا أول مشاركة كانت في دورة اللولة دين الفين وسبعة يعني الماضي راما ماتش أكيد مستقبل آتي كوميديا كانت جربة كانت جربة مزيانها غير وربما ما عفتش يعني بمسبة الكوميديا ديالي يمكن ما ما نقبول لش ف ف ف ف لأن ذلك الكوميديا السوداء وكوميديا المواقع فوادي ربما ما قبول لش ف هذا الوقت عكس أنه يمكن كينا شي كوميديا أخرى اللي لذا ببغتها البيضاء كوميديا البيضاء أول جائزة أحصل عليها سي أنور الحساني أول جائزة كانت في 98 كانوا سبعة الجوائز اللي هم فوق قبلة اخذينا ستة الجوائز كانت الجائزة الكبرى والجائزة السينغرافية و جائزة ثلاثة ديال الممثلين و جائزة الثالثة الاخراج يعني ستة الجوائز في مهرجان تناوي 1998 ماضيفات ماضيفات و نص مصراحي يعني اللي كيت نتكلمه في روح الموضوع الي هو ربما كان قبل كان هذا الموضوع يعني يعني ما كانش كان مكناش كان قربوا لي نظارا لك التكافل الاجتماعي و كمي هذا الوقت يعني الوقت بدلات ولا دور العجزة ولا فهنا اضطرقت لهذا الموضوع هذا كيف جاءت الفكرة 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 هي كناف واحد المهرجان دولي غادين سالة المهرجان ركبين في الترانسبورد و دايزين نحن ندوزهم حدا واحد دار العجزة مكتوبة دار العجزة و أنا نقول لأعضاء الفرقة ها هو العمل الجديد وهو دار العجزة سافي مشيت و كتبت هذا النص هذا الماضيفات 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 يتكلم على يعني في واحد الربعة ديال الأشخاص اللي هم كل واحد عندهم موضوع دياله خاص به كيف نعيش يتلاقوه في دار العجزة كيف قلنا له في نص دار اللي ما عنده دار و كين جوج ديال الشخصيات اخرين شخصيات نسائية اللي هي المديرة ديال دار العجزة و الممرضة إذا ما ضربت شخصيات و ما كل واحد غيتكلم لنا على حياته و على السبب اللي خلاه يوصل لدار العجزة واحد منهم اللي هو بريك فلاح يعني يعني خسر كل ما يملك على كيف قلوه للو مالي وتقرق بسطالي الناشاط و عوشات اه والشخصيات الثانية ديال واحد الشاوي بشاوي اللي هو كان بحار وتقطعت له واحد الرجل في البحار يعطيه واحد تعويض بسط من طالي الرئيس دياله هذا تعويض كي يعطيه لولده ولده كي بدائر مشروع بسط من بعض المشروع كي كبر كي يقول له مشروع كبير و من كي تزوج الزوجة دياله كتا ما تقبلش بشيكون معاه لابده وهنا يفي كي يمشي لدار العجزة الشخصيات الثالثة اللي هو عيزون و ملاكم بطل ديال الملاكمة و كانوا عنده عنده ثلاثة ديال الميداليات و كانوا اكتشفوا في الموضوع بأن الميدالية اللي هو لا باعها باش خلص الكراه والميدالية التانية باعها باش كي يتقلطاه و الميدالية التالتة هي اللي بقات عنده الشخصية الرابعة هي شخصية واقعية على عبدالله لماني عبدالله لماني و احد صديق اللي 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 كان محتجز كثيرا بحق محاولة المعاناة كلها اللي 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 معد had وتجمعه كاملين في واحد دار وحده كل مرة إذا كذلك تعيش مع معاناة يعني يتيما وكتعتبرهم بحل وليدي هذا هو الموضوع نقدر نشوف الماضيفات فوق الخشابة أكيد أكيد هذا النص مسراحي هو يشاهد أكثر ما هو يقرأ يعني يتقدم فوق الخشابة أنوار كان شي جديد في الميادة المسراحية كان عرفوكم أنت مخرج مسراحي وكذلك ممتن مسراحي أخر مسراحية طيور الدالان من بعد طيور الدالان قدمنا ريوسكينا والجديد إن شاء الله ستكون مسراحية مزوعة وستكون مسراحية غلطة وستكون مسراحية وداء عن سقرات عند مخلة دولة عربية دولة أوروبية قلوا لي لي أن أدرك شي فيلم شاروخان هذا ما هو أو لا لا يوجد الوقت شاروخان لا يوجد الوقت لا يوجد هذا الموضوع لا يوجد الوقت لا يوجد الوقت لا يوجد الوقت كانت تجارة مدينة ومدينة لا يوجد الوقت لا يوجد الوقت لا يوجد الوقت لا يوجد الوقت وكانت تجارة جيدة تقريبا أربعة المشاركات التي كانوا في الهند وممباي 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 كوتاك وبالفعل هذه البلاد كخصة تشاف وثقافة كخصة تشاف وكخصة تعاش وممباي 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 كيف نستفيد هل نرى أنور الحساني غائب التلفزيون ما هو السبب بكل تواضيع لا لا يوجد الحمد لله كان مشاركات كان مشاركات كان ينرى كان مسلسل جريت وجاريت كان حياة شارك تقريبا يعني الجديد وكان مسلسل جديد إلى داق الحال باقي ما داش وفيلم تلفزيوني غاي كونتا هو ديال فلسيت العنوان ديالو أمرا هذا بص تقريبا 46 عمل تلفزيوني وسينمائي يعني الجديد يعني هذا 2023 وجريت وجاريت جريت وجاريت وحياة ولا الدرب وحياة وهذا الذي تقريبا إلى داق الحال واحد الفيلم كان تقريبا يستد أعمال في 2023 كدير مع ولا الدرب التي تسكن فيه واشادي نقول لك ما 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 المعظمات المعظمات لا يمكن أن يكونوا أعرف وكانت ندوز وكانت طريقه مازال يكون يصدر جديد اكيد ان شاء الله اصدارات سيكون آخر كلمة الانفاس نشكره لأنه انفاس على استمرارها في الساحة وكان شكره والأخ فريد دائما يكون حاضر معنا حاضر في تظاهرات ومتتبع وميدان هذا جميل انك تجمع مبين المسرح والإعلام هني أنلك وشكراك تحياتي شرفتيني على انفاس برس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة